الغضروف بيعمل ألام في الساق وليس في الظهر فأي ألام في الظهر ده مش غضروف اتفقنا؟ ده خشونة ممكن يبقى معه خشونة إنما ألام الظهر بس ده خشونة حتى لو فيه غضروف في العشاعة على فكرة ملاكش عملية اللي بعده ألام الساق ألام الساق اللي هي ألام عرق الناس لازم أما نرفع رجله ما قدرش رفاه حكتر من عشرين تلاتين درجة لازم يمشي يقعد في الطريق من الماشي بعد خمس لعشر دقايق لأ معاه تنميل ويكونوا غضروف في الأشاعة مقنع لا يعني لازم كذا حاجة مع بعض ساعات ناس بتجيلي أشعاتها نورمل وتبص على رجل وتلاقيه برضو نفس الأعراض مش عارف يمشي رجله بتوجعه دي عضلات بقى فهو لازم يبقوا متركبين مع بعض طبعا المريض مش حقدر يوصل الوحدة للتشخيص بس أي حد حيقولك عملية لازم تاخد رأي اتنين تلاتة كمان ما ينفعش تخش على طول على العمليات إلحق نفسك البول حيسبقك العين طبعا بيسمع البول حيسبقك ده بينار لأ هو ما فيش غضروف بيعمل كده إلا واحد في المية من الحالات لما يكون جاي أصلا على الكرسي بعجل فما فيش القصة دي معظم الناس بتخف يعني أنا عندي ناس في الاستشارة خلاص بيكون اختفى الغضروف أو هو تحسن والرجل بقى كويس وبقول له خلاص قفلنا قصة العملية يعني معظم الناس بتخف الغضروف ده مش مرعب واللي حيبقى عنده بس الأعراض دي لوحدها اللي هي ألم عرق الناس لو وصلنا العملية حيخفوا بسرعة أوي ودي برضو المرضى اللي بنختارها يعني لو عملت عشر عينين مثلا عمليات حلاقي ثلاثة منهم خفوا كويس جدا وما سمعتش أخبارهم تاني وفكر غرص في البيت حتى وحلاقي السبعة التانيين خمسة منهم حيجوا قلولي ظهرنا واجعنا لسه ما خفناش قوي أعليجهم بقى سواء بالبي ار بي أو بعلاق تاني يتحسنوا برضو ويوصلوا له كويس حيتبقى اتنين بقى قاعدين كده دايما ما بتحسنوش فالعملية نتائجها مزان ناس فاكرة إن أنا هخرج سليم أخرج أرجع لشغلي بسرعة لا في حالات وحالات اختيار المريض ده مهم جدا الإفراط على طول العمليات معظم النتائج بتبقى وحشة تبتبوز حياته مدى الحياة يعني واحد إنت دخلته في ألام زيادة وفضل طول عمره يتعالج بيها ما كانش محتاجها أو دخلته في تشخيص غلط وسبت بتشخيص الرئيسي زي اللي عندهم تلاف عضلة بيجي لي ناس كتير قوي عندها تلاف عضلة لعمل عملية فيبروميالجي أه وغضروف صغير جدا وعمل عملية برضو مشكلة برضو للأسف في أطباء الأشعة بيكتب انزلات غضروف في ثلاثة واربعة واربعة خمسة خمسة أولا وكلهم نتوآت لا تزيد عن واحد ملي ما يسماش غضروف تشوف بقى الأشعة اللي مثلا تقرير جاي من بره حد عاش في أمريكا ولا حاجة يكتب لك جنبها مالوش أي دليل دلالة كلينيكية يعني باللغة البسيطة بتاعتنا مش مهم مش مهم حاجة لا تذكر هو مقدرش يكيره حاجة لا تذكر ومقدرش يخدك بيه إنما هو يقول لك في غضروف إنما مش مهم بس يعني فلازم العين يبقى عارف إيه المهم وإيه اللي مش مهم طبعا يعني فقدنا الأولويات ما عندنا شفق الأولويات لا في حياتنا ولا في تفكيرنا ولا في شغلنا يعني غضروف صغير زي غضروف كبير ما بتعرفش تمشي زي بتعرف تمشي لا فيه أولويات وانا ما بفكر العين بفكره في الأولويات دي إيه اللي حيفيدك أنا حطلعك مع عملية كويس ولا ملوش لازمة قدر أجنبك قد إيه عملية كم في المية بطرق مختلفة آمنة الـ PRB يمكن أحسنهم أو هو الوحيد تقريبا يعني الحمد لله أنا معالج ناس كتيرة جدا حنشوف أشعاتها يمكن منهم كانوا يعني لعبة كرة وناس كتيرة رجعوا يشتغلوا تاني ويلعبوا وبعد العملية ما كانش عارف يلعب على فكرة وده كان عنده غضروف ومحتاج الجراح وناس تانية كانت بتمشي خطوطين بتقعد في الطريق بحمد الله تحسنت مع أن أنا جراح يعني أنا أفضل دايما الجراحة أسهل لي بدلا لما أخذ مشوار كذا شهر مع المريض في العلاج إنما أنا بفضل مصلحة المريض دايما نمبر ون إذا كان يحتاج إلى زاكة طبعا إذا كان يحتاج جراحة في حالات هتحتاج جراحة بلا شك لازم نعملها جراحة ده العين اللي بيزعل بقى إن هو بيجي مش عايز يعمل عملية وبيفاجأ إنه ملوش مخرج إلا العملية لأنه دخل بقى في سقوط مشت الرجل دخل في ضعف العضلات منظر الأشعة ديء عنيف جدا بقى له فترة رجله بدأت تخس طب خلاص بقى يعني إحنا نلحق ما يمكن إنقاذه يعني البي أربي البي أربي هل البي أربي ترى إنه وصل للثقافة المصرية كما ينبغي الآن كما هو في الثقافة المصرية أحسن بكتير من ما بدأنا أحسن بكتير الحمد لله